هلا لما نطلع احنا على المثال رقم اثنين هذا المثال المطلوب له الف باجيم متطابق الضلعان اذا كان الف دان عامودا على باجيم جد كلا مما يأتي مبررا اجابتك رسمنا الرسم احنا هون حتى تكون اوضح علينا هلا هاي الرسمة تقريبية هسا جد قياس حكانا انه مثلث اول اشي متطابق الضلعان معناته بما انه هون هاي 11 سنتيمتر معناته هذا الضلع بده يكون 11 سنتيمتر متطابق الضلعان في الف با والف جيب طيب جد كل بما يأتي طول الف با الف با رح يكون 11 سنتيمتر لانه مثلث متطابق الضلعان يعني الضلع الف با يساوي الضلع الف جيب نطلع على المطلوب الثاني قاف الزاوية با اذا قياس الزاوية با بده قياس الزاوية با اذا احنا كنا عارفين وهو كان معطى من السؤال انه قياس الزاوية جيم 50 درجة بدي اعرف الزاوية با احنا من خصائص من خصائص مثلث متطابق الضلعان بدل ما اكتب مثلث متطابق الضلعان بقدر ارسم رسمة من مثلث واحط شحطة على الاضلاع تعني مثلث متطابق الضلعان تمام من خصائص متلث متطابق الضلعان زوايا القاعدة شو ما لهم متطابقات زوايا القاعدة متطابقة يعني الزاوية با تساوي قياس الزاوية جيم وتساوي 50 درجة بما انها 50 معناته با كم بده تكون؟ 50 درجة نتطلع على المطلوب الثالث المطلوب الثالث بحكيلي قياس الزاوية با الف با قياس با الف دال يعني ما بده الف كاملة بده بس هذا الجزء من الف الجزء المضلل من الزاوية الف طيب اول شغل بنانا عنه بدي ابرر له كيف مثلث الف با دال مجموع زوايا اي مثلث 180 درجة يعني الزاوية با زائد الزاوية